بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء يوم السبت يوم أصحاب السعادة اللي احنا بتكلم معاهم عن إزاي البيت يكون متلقي لأنوار مدد ربنا سبحانه وتعالى بالنول والبركة عشان يتحقق عندنا السكينة والمودة والرحمة وقلنا أن أصحاب السعادة مساحة واسعة جدا جدا سواء اللي راحين على باب السعادة الواسع اللي بيسمى استلاح عن الجواز أو اللي عايشين في الباب دوت وبيسعدوا وبيتهنوا بس محتاجين يجددوا حياتهم ويسعدوا أكتر لأن السعادة من القيم اللي بتزيد ما بتنقص وإحنا عدنا فترة نتكلم على فكرة تمهير الزوجين والنهار دا نتكلم على مهارة شوية بتختفي من البيوت شائعا فشائعا فلازم نأكد عليها عشان هي مصدر مهم جدا جدا من مصادر السعادة إيه المهارة دي؟ المهارة دي مهمة جدا جدا وهي مهارة إظهار الاشتياق والتفقد لأهل البيت الزوجين في الحقيقة عندهم شوية حاجات بيعيشوها في مراحل مهمة في حياته زي ما الزوجين بيحصل لهم نطج كمان الحب والزواج بيحصل لهم نطج بس في بعض الأحيان هما بيبقى عندهم صورة عن الجواز لازم تتراجع من وقت للتاني وعشان كده مين اللي قال إن الحب بينتهي بعد الجواز اللي بيقول كده هو مركز على حاجة اسمها الحب الرومانسي مركز على نوع واحد بس من الحب لكن في ناس كتيرة هما الناس اللي ما يعرفوش أصلا يعني إيه جواز ممكن يقولوا إن الحب بيموت بعد الجواز فما عرفوش يختاروا شرك حياتهم ولا عرفوا بعد ما اختاروا إزاي يحفظوا على زواجهم ناجح وسعيد ساعتها ممكن يقولوا إن الحب يموت بعد الجواز بس هو الحب بينضج بعد الجواز تعالوا نتفع على هذا الاستلاح إن الحب بينضج بعد الجواز يعني إيه بينضج؟ بينتقل إلى مستوى تاني وإلى حاجة تانية خالص وهو إن الجواز يتحول من أمنية إلى حقيقة بنعيشها بس بنعيشها إمتى؟ لم يكون عندنا جملة من مهارات من أهم المهارات دي المهارة اللي احنا متكلم عنها النهار ده مهارة إظهار الاشتياق والتفقد المستمر إحنا قلنا قبل كده إن فيه فرق ما بين الحب الرومانسي والحب الحياتي المتسع اللي ساعات بيسموه حب العشرة وساعات أنا ما بحبش أسميه حب العشرة لإني الناس ابتزلت حب العشرة لكن هو اسمه الحب الحياة الحقيقي اللي هو الحب اللي بيتسع زي ما البهاء الزهير كان بيقول بعيني من أسميها بستي فترقمق النحات بعين مقطي يظنون أنني قد كنت لحنا وكيف وإنني لزهير وقتي ملكت جهات الست طرا فلستم بمخطئ إن إذا ما قلت ستي إن هو يشوفها معاها طول الوقت وإن هي تشوفه معاها طول الوقت مش يشوف معاها إن هو يبقى كل حياتها لا حس بسنده هو حاسس بسندها طول الوقت فالحب الرومانسي هو اللي تكتب عنه الأساطير اللي احنا بنقول عنه تكتب عنه الأساطير وتألفت عنه الحكايات والشعر عن لهيبه واشتعاله احنا مش جايين نحب عشان الدنيا تولع احنا جايين نحب عشان حياتنا تبقى أجمل وتبقى منورة وتبقى سعيدة احنا بنحب عشان تبقى في السكينة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة نتسكنوا إليها واجعل بينكم موادة ورحمة احنا عايزين نحب عشان حياتنا تبقى أجمل وأوسع وأسعد إنما مسألة النار واللهيب احنا عايزين نسعد ونفرح وحياتنا تتسع ونبقى احنا مطمئنين وهي ده بالضبط اللي احنا عايزين نقوله إن احنا عايزين نبتقد عن مسألة الحب الأعمى إلى الحب المنور لهيب الحب ده بيعمل شخص عن رؤية شرك حياته على حياته على فكرة وبالتالي بعد اللهيب ما ينطفي بالجواز يبتدي كل شخص يشوف عيوب التاني ويكتشف إنه مش قادر يتعامل معاه فيختف الحب وقد يؤدي ده إلى الانفصال بعد الشر يعني وعادي يقول أنت جايب تتكلم دلوقتي بتكلم أصحاب السعادة وتقول لهم يؤدي إلى المفصال آه عاش بس يبقى عندنا وعي فالحب الرومانسي هو اللي بيختفي بعد الجواز وعلى فكرة مش لازم يختفي ممكن يبقى موجود بس يتطور بس هو ده وقت اللي بيتقال عليه إن الحب بيموت بعد الجواز اللي هو إيه الاشتعال واللهيب إحنا بقى عايزين نفضل من كل حاجة وهي بتندج أحلى ما فيها إيه اللي في الحب الرومانسي إحنا محتاجين أنه يفضل الشوق والتفقد يعني الاهتمام الحب الرومانسي اللي مسألة الصهر الليله ومعرفش إيه والانشغال ده كله بيخلي الناس تسعد عشان حكتين عشان فيه حد حاسس إنه هو مهم إنه هو يبقى أولوية في حياته فالشوق بيعبر على إن فلان ده أولوية في حياتي الحاجة التانية التفقد المستمر فيه حد مهتم إنه هو يبقى في سنة دي ويبقى في ظهري دايما فالاشتياق والتفقد دوله أهم حاجة ممكن ناخدهم من الحب الرومانسي ومش محتاجين إنه إحنا لن نتوجع ولا نتقلم لإن إحنا عندنا الحب ده قيمة تخلينا أكثر اتساعاً وأكثر راحة بس يفضل بقى من الحب حاجة مهمة جداً جداً وحب الناضج بقى اللي هو الحب الحياتي اللي بيحس إن الإنسان موجود الحب ده في كل المعاملات فإيه اللي بيحصل؟ فيخلي شريك الحياة يحسن معاملة شريك حياته ويبقى حريص عليه ويبذل ما في وسعه عشان البيت يبقى هادي وجميل وسعيد ومتقلق ومنور وبالألوان الطبيعية بألوان الفرح والسعادة وعشان كده هنلاقي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من وقت للتاني يعبر عن حبه للسيدة عائشة حتى على فكرة في غير مناسبات حتى لما يسأله من أحب الناس إليك حضرة النبي يقول عائشة عشان هي تسمع وتتقلق وتسعد وتفرح وعشان نعمل كده فالطرفين محتاجين بشدة لشيء يعملوه يفتر مذكرهم دايما بالحب اللي بينهم فالزوجة طول الوقت بتحب تسمع كلام جميل من زوجة يخليها تشعر أن هي مازالت الأميرة الفريدة الجميلة في نظر الزوج نفسه محتاج كمان يسمع كلام حلو من زوجته يسمع كلام الحلو من زوجته عشان يحس أن هو بطلها عشان يحس هو الفارس النبيل اللي في عناها كل ده هم محتاجين أن هم يسمعوه ولذلك وساعتها هي مش هتحس أن هي مساعدة خدمة في البيت وهو ساعتها مش هحس أنه ما كانت فلوس وساعتها عيفضله سعداء ويفضل الجواز بالنسبة له قيمة إضافية خليتهم أحسن عشان كده كان مهم جدا أن الطرفين يعبروا البعض عن اشتياؤهم لبعض على مدار اليوم بعبارات لطيفة تتقال بشكل مباشر أو من خلال رسائل أو مكالمات أثناء وجودهم بعيد عن بعض أو وجودهم سوا فمثلا لما الزوج يروح يكون موجود في شغله للفترة طويلة توصل إلى نص اليوم نص اليوم بره في شغله فإيه اللي يحصل؟ محتاج أن هو يبعد رسالة أو يتصل يتفقد أحوال زوجته ويقولها كده أنا اشتقتلك فاتصلت بيكي مش لازم يقولها أنا اتصلت بيكي عشان مش لازم على فكرة أنت ممكن تتصل بحد فتتلكك وتجيب أي سبب عشان تتصل بحد لسبب لكن أرجوك اتصل بزوجتك عشان بس تقولها أنك مشتق لها أن أنت بس عايز تطمن عليها اتصل بزوجك في وسط الكلام في وسط اليوم قلت له أنا حبيت بس أدعي لك أنا همشتاء لك هذا الكلام ما فقوش أي نوع من أنواع أنا أسف يعني زي ما بيقولوا الناس ده مستهوك ده جزء من قوله تعالى وقوله للناس حسنة الناس لو ما تعودتش أنها تتغذى على ده ده جزء من إحساس الرجل بأنه هو مكافأ حد ممتن إليه لما الحاجات التعبير عن الاشتهاق وده بيختفي الاتنين بيحسوا أنهم محدش شايفهم فعشان كل واحد فيهم يحس أنهم تشاف لازم نعمل كده وإلا هيبقى فيه خطر وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لي السيدة عائشة ويبين لها طول الوقت مقدار حبها فيقول لها حضرت النبي لأوا يعمل لها حضرت النبي نموذج كده عشان إيه ما تنسووش تفضل هي حاسة دايما أن الحب بتاعه حب ما بيتغيرش وما بيتأسرش فيقول لها عبارة حبك يا عائشة في قلبك العروة الوسق عامل زي العقدة أي زي عقدة الحبل يعني فكانت السيدة عائشة تسني كده شوية وبعدين تقول له تقول لها حضرت النبي تسأله كيف حال العقدة يا رسول الله فتقف يرد عليها هي على حالها يا عائشة بعض الناس بيقولوا احنا كبرنا على الكلام ده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كسر هذا الكلام ما فيش حاجة اسمها في الاشتياء والحب أن الناس كبروا على ده ما فيش حد بيكبر أقول لكم حاجة ما حدش بيكبر على الكلام الحلو ما حدش بيكبر على الكلام الحلو في احتياجه للكلام الحلو وما حدش بيكبر على الكلام الحلو أنه يقدر يقول الكلام الحلو احنا قادرين نقول الكلام الحلو بس بنخاف أن احنا نقوله ما نلاقيش رد الفعل المناسب دي ولذلك أنا بقول فيه تلات حاجات لازم نعملها عشان نقدر نمارس فكرة الاشتهاق أول حاجة لازم نفهم فيه ثلاث حاجات عشان نبين الاشتهاق والتفقد طول الوقت لابد من ديمومة بيان الاشتهاق إيه و أتفكر أقول لكم حاجة إيه و أتفكر إن بيان الاشتهاق ده يكون لما نغترب و نبتعد عن بعض أقول لكم قاعدة كده في الحب إحنا بنشتاق لحظة النبي وأكتر وقت بنشتاق لحظة النبي فيه وإحنا في الروضة الشريفة فنبكي إيه و إحنا عند حظة النبي ليه؟ لأن اللقاء لا يمنع الاشتهاق بل اللقاء يزيده في الاشتهاق فأنت لما بتعبين اشتهاقك لزوجتك ما تجيش تقول لك هو أنت عملت عاملة ولا إيه آه يبقى لابد إن احنا ما يبقاش فيه رد فعل ما نجيش حد واحد بيقول إنه محتاج للكلام الحلو بعدين يبقى رد فعله الرد فعل ده فلازم كل واحد فينا يعبر عن اشتهاقه يعبر عن اشتهاقه بتعبير واضح ما يكسفش ده ما فيهش كسوف لأن ده من قبيل الكلمة الطيبة اللي هي صدقة زي ما حدث النبي قال واللقمة ترفع إلى فيه زوجتك يا صدقة والكلمة الطيبة والكلمة الحلوة ترفع إلى أذن زوجتك صدقة فده مهم جدا جدا ومن أهم الكلمات الحلوة اللي مراتك تحب تسمعها من أهم الكلمات الحلوة اللي جوزك ممكن يسمعهم هو كلمة الاشتهاق والتفقد انت عامل ايه انت عامل ايه انا كنت شايفة ان انت ماشي مشغول النهاردة يا رب يكون اليوم كان كويس بس كده نسمة صيف تيجي على القلب وتهديه وتريحه وتطمنه ان في حد نعمة من نعمة ربنا ان هو موجود في حياته ده شيء مهم جدا طب نعمل ايه يبقى اول حاجة عبر مباشرة تاني حاجة ببساطة خالص لا تستحي رأى تالت حاجة لو سمحت استمر في عمل ده على طول طب تعالوا بقى نقول شوية اجراءات تساعدنا في تبقى ده فيه تلات قواعد اللي احنا قلنا ده استراتيجيات عبر بوضوح التاني حاجة لا تتأثر برد الفعل غير مناسب لانه ممكن شرك الحياة ما يكونش مصدق ان انت بتعمل كده تالت حاجة استمر ولا تتوقف نعمل ايه بقى من الاجراءات اول حاجة كل يوم تواصل مع شريك حياتك وتفقده اثناء غيابك عنه لانه هو منتظر ده تالت تاني حاجة تاني اجراء لو شفت شيء بيحبوا شريك حياتك هاتوا قدمهول ولا وهدية بسيطة وليت يكون الاشياء البسيطة وتكون في شكل مستمر تقدر تجيبها وتقدر تستمر عليها ومش لازم يبقى عندنا طول الوقت ان احنا بنشتري ايه بنشتري ورد انا شايف والله ان انت تجيب كوس دورة مشوي لو ايا بتحبه او حتى كيس حاجة بتحبها او تسالي انا شايف كل ده يدخل تحت قولي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا كل ده احملوا كده احملوا حاجات بسيطة دي الحاجات بسيطة فوق بعضها تعمل احساس بان فلان بيفكر علي على البعد ايحصل نفس احساس الاشتياء ونفس احساس التفقد تالت حاجة مفيش منع تسيب ورقة مكتوب فيها دعاء لشريك حياتك كل يوم الصبح انت تعمل لا تعمل كده وهي تعمل كده وهي ريت تحطه له لو اما يبنزك الشنطة حطها له في الشنطة لو انت هتمشي وهي لسه نايمة حطها له على التسريح هيحسوا بان فيه حد بيحبهم لما يصحى الصبح على دعاء او يشوف اول حاجة عينه تشوفها ان فيه حد بيتعاول او حطها له في جيبه الكلام ده هيعمل اثر بالغ في حياته اخر حاجة بنقولها عشان نستمر في ده لو سمحتم لما حد ينسى ان هو يستمر على ده عشان هو حاسس ان هو مضوط نبعث لبعض بنقول لأي حد انا جنبك مش سايباك وانا مشتاقل كلامك الحلو وعشان انا مشتاقل كلامك الحلو انا انا اقول لك حاجة انا انت تفضلت علي كتير فواجب علي ان انا اقول لك بعض الكلام الحلو اللي انت كنت بتقوله لي ساعتها بيتجدد حياة الانسان ويحس ان الضغوط بتاعته ممكن تيجي حاجة وتمسح على قلبه وتخليه في سعادة وهنا يا رب جعلنا دوما مدد وسند لأهلنا وأحبابنا وخلينا يا رب دايما نكون فتح وبركة ونور على احبابنا يا رب العالمين يا سادة صفحتنا على الفيسبوك صفحة بالنمج والله تعسره هي صفحة بتفضل باب مفتوح ونور وبركة بنا ونفضل على طول بنسمع ونتفقد بعض ونسعد ونشتاق لبعض على الدوام ومعنا دلوقتي هنبتدي اسئلة بتاعت حضراتكم اللي بتفتح علينا باب من أبواب السعادة وابواب نهانا ومعنا الأستاذة نورهان أستاذة نورهان اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم وفضل الحمد لله كل صحاتك طيب يا فندم وحديك طيب يا فندم بعد اسمهاتك أنا كنت أسأل حاتك في حاجة أنا كنت سمعتها قبل كده تفضل إسمها تصحيح نية الزواج يعني الزواج يكون الواجه اللي أنا مش فهم الحيطة دي مولانا نوعا مال إن أغلب الناسة تتجوز عشان ليه احتياجات يعني فيه بيتجوز عشان عيال فيه احتياجش خاطر يخلف يلاقي حد يرعاه يلاقي حد يخدمه وكده فإزاي مولانا يبقى الواحد بيتجوز عشان يلبي احتياجاته وفي نفسه تكون النية بتاعته خلص الواجه اللي أنا بحاول أمسك نفسي بحاول أمسك نفسي وأنا باسمع باسمع الكلام بتاعة حضرتك ليه الكلام ده لو لو راشق مع واحد من واسوس هيعمله بوزان في حياته إحنا الجواز دي دي أغراض أساسية القيم التلاتة اللي هو يحصل فيه الأنس ويحصل السكينة والمواده والرحم لكن الناس لو جوزت عشان تخلف جوازهم صحيح لكن لو بنقول يا جماعة الخير تعالوا ننضج في جوازنا أهل مساءنا وده اللي احنا بنعمله دلوقتي تعالوا نتعلم النضج في جوازنا محدش يجي يقول لواحد في ظل هذه الحالة من حالات المزاج العام للتحريم والمزاج العام لإبطال الأعمال والمزاج العام لخراب الأعمال لأن احنا ناس ما نستحقش نعمة ربنا فييجي واحد يروح قيل الكلمة دي ويسيبها كده سأعليكم حب رسول الله ترفقوا بالناس شوي يا ستي تصحيح النية في الجواز ده حاجة صدرة من شخص مش قادر يربط ما بين الإرشاد الزواجي والمفاهيم الشرعية احنا نجي نقول للناس ايه تعالوا جماعة ننضج في جوازنا ونرتقي فيه لأن في الحقيقة ونفس وما سواها فألهمها فجورة وتقوى قد أفلح من زكاها تعالوا نخلي جوازنا أكثر لقيا فاللي كان متجوز كده بس عشان عيفوته القطر واللي كان متجوز عشان بس دي حالة لازم يمو لازم نشربه تعالوا نقول بقى ايه تعالوا نتطور تعالوا ناخد برامج تأهيلية وتخلينا أحسن في الزواج ده المفهوم أنا قدامي حد محتار في حد قال له حاجة وسبهاله وضربت في وشه فبالله عليكم أرجوكم اللي بيتكلموا في الجواز للوقت من السادة الذين تكلمونا باسم الشريعة أرجوكم احنا محتاجين شوية تأهيل شوية لأن في بعض الأحيان الكلام لما احنا دلوقتي عندنا نسبة الوسواس في المجتمع وفي الناس نسبة مرتفعة فلا ما ايه حد يقول كده ببساطة احنا عايزين نصحح النية في الجواز فواحد يقول لك طب الجواز ده الجواز ده عمل عمل بنقصد به وجه الله وانا ما قصدتش به وجه الله طب انا جوازي ده صحيح ولا مش صحيح بلاش كده لكن تعالوا نتكلم مع الناس ان الجواز ده طاعة لله والطاعة لله بتحتاج ان الانسان يرتقي ويتزكى وكل ما تتزكى كل ما تتضرب كل ما تتمرن كل ما تبقى ماهر يبقى ايه اللي احصل كل ما ثوابك يقتر زي بالضبط في تلاوة القرآن لما تقرأ القرآن وانت بتتتعطى به لك ثواب لك اجل ولما ترتقي وتبقى ماهر بالقرآن انت مع الكرام البراء كل ده في كل الطاعات كده كل ما ترتقي في الطاعة كل ما ثوابك يقتر كل ما الواحد يترقى في الجواز كل ما يبقى لغاية ما يوصل اليه المتحابون في جلالي على منابر من نور ايه ده هو الكلام ده مش علي انا وصحبي لا عليك انت ومراتك يعني انت وزوجتك المتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطوا من الانبياء والصدقون يعني انت وزوجتك ممكن تكونوا على منبب من نور لان انتوا تحببتهم في الله فاذا احنا محتاجين نترقى ننضج في الجواز ارجو ان يكونوا كلام واضح يا سديدة نوران ودوة اللي انا ارتضي في مسألة تصحيح الناف في الجواز ان احنا عايزين نرتقي ننضج في الجواز نعم بعد الفاصل نلتقي عشان كمان نكمل اسئلتكم المباركة ونسعد بيها ونتنور وتبقى هناك بركة وسعادة وهنا ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا اسئلتكم المباركة ومعانا الحجة ام احمد اي واسألوا عليكم عليكم السلام وراحة لبركاته اتفضلي ازايك يا شيخ عمر اعمل ايه؟ نعم وفضل الحمد لله انا وانت طيب وحضيك طيبة ان شاء الله يا شيخ عمر انا عندي كم سؤال تفضلي اول واحد انا عندي ابن عنده 13 سنة ومش عايز يصلي اعم هو واحد دلوقتي ماشي هو ايه؟ اه هو ايه دلوقتي قدام الشاسر طيب او واحد قولي اسمه لا طيب قولي ماشي وانا عكلمه حاضر ماشي واختاني اهام انا كنت متخنع مع سلفتي وسيلفي وجوزي مسكوب باط وسيلفي اهني واختي جوزي راحت اهنتني وغلطفية فسيلفي كبير جي راح مشانة كل واحدة تنزم بات ابوها طيب بنتوا عايشين في بيت عائلة ولا ايه؟ في بيت عائلة اه راحوا مرجعين واحدة وحاماتي عشان بنتها غلطت فيها وانا ردت لها الاهالة مش عايزة ترجعني البيت طيب ووالدي قال كده كده انا بنتي مش هتخش البيت قال لجوزي شوف لها بيت برا طيب فين سؤالك بقى؟ وجوزي قال اصلي دي انت كده عديتي بيا كده على خمس اسئلة انا سؤال بقى انت عايزة فيهم ما انا جاي لحضرتك هو انت لسه ما جتيش انت هنا من مبارح يلا قوليلي السؤال اللي انت عايزة بسرعة جوزي بقولي انا منفعش اقجر برا وعندي بيت ابويا طيب وطيبني بيت ابويا انت بداية انت بتسألي بقى ينفع تقجري برا لا اهقولك يلا السؤال البعد طيب فيه سؤال تاني انا حمدتي ساعة ما اتجوزت اه قالتلي دهبك عندي اتدولك بعد الجواز هل دايب قدين طيب يعني انت انت مكتوب مكتوب ده انت هي اخدت منك الدهب ولا الدهب كان مكتوب في الايمة لا والما بيت اتجيبه بتكتب في الايمة وبابا بقى لا احنا نجيب الدهب قالت له لا انا جيبه لها بعد فرحها باسبوع طيب طيب اجاوب جيت بعد الفرح طيب هل دايب قدين هل دايب قدين اه هجاوب بقى لحضرتك اوه اول سؤال ابنك اللي عنده 13 سنة اللي هو قادي سمعني ده بوسي حبيبي سيبك من كل الضغط اللي بتعمله ماما عليك احنا دلوقتي عايزين نصلي لحياة تانية خالص احنا عايزين نصلي عشان احنا فيه علاقة بينا وبين ربنا هتمتد وغطول وغنمر فيها بمراحل كتيرة لازم نبتدي نتعامل مع ربنا مش انت سمعني فخليني اكلمك سأق اسمك احمد علي اي اسم انت كنت فيه احنا يا ولدي احنا فيه علاقة خاصة بيننا وبين ربنا العلاقة بيننا وبين ربنا ومش علاقة بينك وبين بابا وماما العلاقة اللي بينك وبين ربنا دي محتاجة ان انت تبتيريها بدري عشان تقدر تفهم تفاصيل حياتك صح تقدر تعرف نفسك وتقدر كمان تدوق حلاوة ان فيه حاجة فيه سند وفيه ظهر ليك تقدر تعتمد عليه وشخصيتك تقدر تتكون بشكل صحيح فانا بقولك ان الصلاة مش عشان بابا وماما عايزين كده الصلاة لان فيه حد بيحبنا بيرزقنا وبيوفقنا وبيرعانا وهو بيحب ان احنا نبدله هذا الحب اللي هو مولانا سبحانه وتعالى تعالى نصلي عشان ده معنى من معاني الحب معنى من معاني الصلاة اللي بيننا وبين ربنا معنى من معاني شكر حياتنا معنى من معاني الرقي اللي ممكن نحس بيه في حياتنا معنى من معاني النور ومرة تانية انا هتكلم معاك ومع غيرك عشان ازاي ممكن يكون تعاملنا مع مسألة الصلاة وازاي في الفترة دي نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى اوعى تخلي علاقتك بربنا مرتبطة بعلاقتك ببابك ومامتك يعني لما ترفض لهم حاجة ربنا مالوش دعوة بل انت بالعلاقة اللي بينك وبين والدك ووالدتك ربنا هو ربنا هو سندك اللي ملكش غيره هو حبيبك اعظم حبيب اللي مفيش حد بيحبك قد حب اللي بيحبك عشان انت عبده اللي بيحبك عشان هو كريم مش عشان محتاج منك حاجة طب اصلي ليه لان صلاتي بتحسسني قد ايه هو بيحبني هو ده المعنى اللي احنا عايزين نعيشه ياب الحقيقة التانية بقى هل من حق ان انا اطلب سكن برا اه بقول لزوج حضرتك حل المشكلة اللي انتو فيها دي ان هو يأجرك سكن برا ده من حقك اه من حقك من حق الزوجة ان هي زي ما فاتوا داري الافتاق من حق الزوجة ان هي يكون لها سكن مستقل وخاصة لو كان فيه مشاكل دي اه طبعا طبعا التصرف اللي تصرفه سيلفك اللي هو اخوك اه اخو زوجك كبير ان هو تصرف ومشى الناس وطرد الناس من بيت ده مش من حقه مش من حق حد ان هو يخرب بيت حد مهما كان خلاف الحصد لكن خلينا نقول انت من حقك ان انت يبقى لك سكن مستقل نعم من حقك ان يبقى لك سكن مستقل مسألة بقى الدهب اذا كان الدهب ده هو اللي انت مستحقية واللي اتفقت عليه ان هو ده يكون الصداق اه بيبقى دينة عند زوجك دينة عند زوجك بيسدده لك حتى لو حماتك قالتلك اللي هو عندها لا هو دينك عند جوزك دينك عند جوزك بمتى يجب يجب اما بالطلاق او بالوفاة فلابد ان احنا نكون الامور دي واضح عندنا الحج علاء حج علاء سمع عليكم حج علاء حج علاء يعني اتمنى على حددك حج علاء ان احنا نوطي التلفزيون ونسمع من التلفزيون التلفزيون لو سمع اهلا وسهلا ممكن بس نوطي التلفزيون ونسمع التلفزيون سؤال الاول هذك قرأت القرآن الكريم لازم في اتجاه القبلة لا مش لازم تكون في اتجاه القبلة حج علاء طيب حذك انت سؤال الثاني عارف ليه حج علاء لان الله نعم انا ما سمعتش معلش حج علاء عيدي السؤال تاني وصلنا حضرتك بالسن ستين سنة حضرتك ستين سنة تمام ورث من عند والد الله الحمد ولكن نتزوج حتى الان هل عندنا اسم او ذنبق او كده معلش الوالد وصل ستين سنة ولا انت اللي وصلت ستين سنة عنه طويل اخويا عنده ستين ونعملت ستاة خمسين طيب ايه بقى فين وهو متجاوز اوه متجاوزناش طبعا في الزروف المجدية وطاني حاجة متش ساكن تاني ومن يفعش نتجوز احنا سنوها بعضين انا كل واحد قبل اوضاء طيب فين السؤال اسراء الحمد احنا مجوزناش او كده ابدا مين قال ان الناس كلها لازم تتجوز احنا عندنا تاريخ للعلماء كده في كتاب كتاب قال العلماء العزاب الذين اثروا العلم على الزواج مش لازم كل الناس تتجوز على فكرة اللي يتجوز هو اللي تطوق نفسه الى الجواز وعايز لازم وهو قادر على الزواج لان الرسول الله لما قال للصحابي من استطاع منكم الباقة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام اما فعليه بالصيام حتى يستطيع الزواج او فعليه بالصيام اذا لم يستطع الزواج فانت بتقول لي احنا مش نقدر نجوز في بيوت مستقلة ولا نقدر ده لو عايز نفسك تتوقع الى الجواز وتأجر أجر وتجوز لكن انت لو غير مستطيع وما تجوزتش ليس عليك إث وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك ان شاء الله الثواب الحسن ويجعلك ان شاء الله من الصالحين استاذ محمد يتفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ محمد يتفضل نعم وفضل الحمد لله الله يبارك في حضراتكم يا رب تفضل يا استاذ محمد كامل بس انا مش عارف انتو ازاي بتعرفوا انت عملكم عمل يعني انا حاس انا عرفت بعدين يا شيخ انا عرفت بعدين بتعمالي عمل ما شاء الله انت عرفت ازاي يعني العمل اللي جي قالك ولا مين انت عرفت ازاي لا يا شيخ لا يا شيخ طيب اسمحلي يا جاوب على حضرتك عايز تقول لي اقول لولدك ايه ولا عايزني اقول لك اقول لحكم الشرعي في المسألة الحكم الشرق ويارد تقولي الوالد حاجة يحيحن علي بس طيب اقول لك اقول بس الاول اقول لك حاجة اقول لك حاجة في الاول خالص استاذ محمد احنا تربينا شوية على شوية حاجات كده عندنا ان الاب لازم يساعد الابن في انه هو يجوزه الحقيقة يعني سواء هو يجوز اخواتك او ما يجوز اخواتك مش واجب عليه انه هو يجوزك واستعدادك للجواز ومش استعدادك لجواز متوقف على استعدادك انت على امكانياتك انت لكن انا بقول للاب ما تخليش اي حاجة تبنعك ان انت تعمل مع ابنك على انه ابنك انت صحيح مش واجب عليك ان انت تجوزه لكن واجب عليك ان انت تستمره في رحمته واجب ان انت كمان تساعده انه يحصل له السعادة في حياته واجب عليك ان انت تحسسه ان انت ما زلت داعم وساند له لكن هو كمان لازم يعتمد على نفسه انت لازم تعتمد على نفسك يا سائد محمد والدك صحيح مش واجب عليه دا لكن هو لازم يحسسك بحنان بس انت كمان لازم تعتمد على نفسك هو دا التوازن ان انا شايف ان ابويا دا مش فرض عليه لكن لو عمل كده هيبقى اشيله فوق دماغي واحترمه وقدره طب و لو ما عملش كده قلبي ما يتحركش ناحيته ولو سنتيمتري عن الحب هفضل احبه انه مش واجب عليه حتى لو معاه ما حتى لو معاه استطعت للجواز افرد هو جوزني دلوقتي وقابل الشقة هاقدر اكمل انا جواز ولا انت اللي لازم تراجع نفسك يا محمد وانت ادرع الجواز ولا الجواز مش رغبة الجواز مش ارادة الجواز ادارة لازم يبقى عندك ارادة للجواز ويبقى عندك ادارة للجواز فانت لازم تكون من استطاع منكم الباقة فليتزوج و لزيك ايه اللي حاصل ما تاخد انت شقة ايجار يا سيدي وتقنع مراتك ان انتو تبتدوا في شقة ايجار وياك ان حب ابوك يتأثر في قلبك هي دي قسوة لا دي اسمها رجولة دي اسمها ايه رجولة زي ما بكلم الحج ابو محمد بقوله خليك حنية وساعده بس انت خليك راجل وقول لابوك انا مش هيأثر علي مش هيأثر في حبي ليك انك تساعدني او ما تساعدنيش وابوك انا بكلمه هو ساعد ابنك عشان ابنك يفضل يحبك احنا بشر كل ما احسن اليه كل ما يزداد حبه ليك يبقى هو ده التلواز من يا سادة لكن انت متروحش تقوله انا واجب عليك ان انت مبلاش الطريقة دي ليه يعني انت مش قادر تكتسب خلاص يبا انت تأسس البيت بتاعك على قد امكانياتك انت طب واذا الاباء تفضلوا وساعدوا الابناء ده فضل مش واجب نعم استاذ احمد يتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ احمد تفضل من عند الله كلها وامنيات بدوام التوفيق والسداد والاحترام لحضراتكم وفريق العمل شكرا استاذ احمد مع حضراتكم احمد عبدالله وبركاته شكرا يا دكتور بالنسبة انا عشت مع والدي عشان اكون واضح مع حضرتك ولم ابروهما خلال حياتهم للأسف ما كنتش تو كامل طيب معلش انا بحب اراجع نفسي او او اندم قول لي طيب او امن بنفسي طيب هل لي هل لي في ضوء الشرق دي الله عز وجل وسنة نبينا الحبيب توبة اه طيب واعادة لنفسي لي اه اوفي واجبهما اوفي حقهما في برهما اقول لحضرتك تعمل ليه فضل زحمة انت لك توبة ليس هناك زنب الا وفيه توبة قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقناتوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميع يلا توكر على الله اقول وراءة الوقت توبت الى الله وعزمت على ان لا اعود الى مثل هذه المعصية ابدا والله على ما اقول شيء انت توبت الوقت توب تعمل ايه بقى عليك بالصداقات الجارية بقى وعليك ان انت تكون تعمل عمل صالح وبعد ما تعمل عمل الصالح تقول اللهم هب مثل ثوابي عمل الصالح لابي وامي هي بقى تكسب من ايه تكسب من الصداقات الجارية لولدك والدتك الحاجة التانية انك انت لما تعمل عمل الصالح تقول اللهم هب مثل ثوابي مثل ثوابي عمل الصالح لابي وامي الحاجة التالتة ان انت تتعلم كتير ثلاث حاجاته صادقة جارية تهب مثل سواب عملك لهم ثالث حاجات تدعي لهم دائما أبدا إن شاء الله ثلاث حاجات دولا إن شاء الله إن شاء الله يجبروا ما كان بينك وبينهم إن شاء الله الحاجة المفاطمة تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك أنا عندي بنت دلوقتي متجوز متجوزة دلوقتي واحد كما تدوز بس هو يعني كان خطيبها الأول يعني فهو تتفشكله عشان حاجة يعني حاجة صغيرة كده وبعد كده رجع البعض بعد ما تتجوز وخل فدلوقتي هو دلوقتي عسي المعاملة معها وما بديهاش وش حلو ومش هالسنزم إنت حضرتك البطول كده ما فيش معاملة حلوة معها وهي مش لاقي نفسها مع أخا طيب هل سألت حضرتك إزاي مش لاقي معها واتطلقوا ورجعوا إزاي يعني يعني هم كانوا بيجربوا يلاقوا بعض أو كانت خضرتك متجوزين كانت خطوبة بس آه يعني هم كانوا مخطوبين وبعدين هو راح سبها فاشك الخطوبة فاشك الخطوبة ثابته وفاشك الخطوبة وبعدين راح متجوز واحدة تاني وخلف منها وبعدين رجع تجوزها تاني تجوز بنتك دلوقتي طيب فين السؤال دلوقتي دلوقتي قد بنعني دلوقتي 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 ما فيش خالص معاملة حلوة معها ومعها ولا دلوقتي ما فيش معاملة معها خالص حلوة خالص إن هو بالدهاج مش حلو وكنا ما تكلمها أنا ما كانش إلى جوازة تاني طيب ما وجايز ده صحيح يا حاجة مفاطم وعشان يحصل بقى تعديل لهذا السلوك وتغيير لهم خليهم هم الاتنين يشرفونا في مركز الإشهاد الزواج لإن في الحقيقة أنت بالضبط كده أنت تكلميني عن قصة قصة دي أنا معرفش معرفش تفاصيلها ومش هادر أعرف تفاصيلها منك لإن كل اللي أنت هتقوليه ده كلام أم عن وجع بنتها مش كلام عن جزر المشكلة اللي بين بين جوزها وإزاي نشأ إحنا لازم نعرف جزر المشكلة إيه عشان نقدر نعالج ما قد يكون جزر المشكلة إن هو كان متوقع توقع معين من بنتك وبنتك حست إن هو في الحقيقة هو بيحب الزوجة الأولانية وهو خدها بس في لحظة في لحظة ضعف وبعدين هو مش قادر مش قادر يكون لها حبيب كل الكلام اللي حاضيك بتقوليه بتقولي إن فيه مشاعر وفيه توقعات من الطرفين ما تحققتش فلازم نعرف توقع كل واحد فيه ومكان في الجواز إيه وإيه هدفه كان في الجواز ونشوف الهدف ده ممكن يتحقق ولا لا ما قدرش أنا بناء على إن هو مش قادر يديه ريء حلو أو يديه له وش حلو ما قدرش أقولك الاستشارة دلوقتي على الهوى كده إحنا لازم نسمع الزوجين ونحلل مصادر المشاكل عندهم إيه ونشوف قد إيه عن يقدر نحل الكلام ده ونقدم لهم مقترحات للحل ولازم هم الاتنين يكونوا عايزين يعيشوا مع بعض فالكلام ده كله محتاج إن احنا نشوفهم فبعتهم لنا على مركز الإشارة الزواجي بدرج الإفتاح المصرية وإن شاء الله يحصل كل خير يا حاجة يا ساد احنا تكلمنا النهاردة عن نوع من أنواع ما يسمى بسرايان الماء في الورد حاجة كده بتخلي الورد لسه في ريحته بتخلي الجواز لسه فيه بيجري فيه مية السعادة إن يعبر الزوجين عن اشتياؤهم لبعض ويتفقدوا بعض فيحس كل واحد فيهم إن هو لسه حاجة مهمة لسه حاجة أثيرة لسه حاجة ممكن يحس بإن هو مازال زواجه ممكن يتجدد لكن نصحت وإحنا بنختم الحلقة أرجوكم قدوا نفسكم فرصة طول الوقت إن جوازكم يندق وإن حبكم كمان يندق وإن علاقتكم مع بعض تندق الندق يا سادة مش محطة بنوصلها الندق حياة بتستمر طول ما إحنا ماشيين في حياتنا إياك تمنعوا نفسكم من إن أنتم تندقوا وإن حبكم يكبر ويتسع وحبكم كمان يبقى أكثر حكمة وأكثر وعيا وأكثر حرصا وأكثر كمان عطفا وأكثر حنانا وأكثر غدا سيبوا الحب يكبر عشان الحب لما بيكبر بيخلي كل واحد فينا أمال للتاني ويكون كمان سند والاهتمام يبقى منور وطعمه حلو وكمان يظهر التأدير بحجمه الطبيعي يا رب يجعلنا دايماً من أهل الحكمة ومن أهل الرشاد ويجعلنا يا ربنا دائماً ناضجين نحافظ على حبنا الذي أوضعته في قلوبنا في جناحي الموادة والرحمة يا رب يجعلنا دايماً في الحب نطير إلى ساحة رحمتك وفي ودك وفي براكتك وفي مددك بجناحي الموادة والرحمة اللي بيجمعهم رأس الحب يا رب العالمين اجعلنا دائماً بحبنا لأزواجنا نصل إلى مرضاتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا في مددك على الدوام يا أرحم الراحمين